اقامت حركة النضال العربي لتحرير الاحواز مظاهرة امام سفرة الاحتلال الايراني في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من اغسطس للتنديد باعدام ثلاثة من شباب الاحواز وهم قيس صالح واحمد صالح وسجاد حميد صالح الدين والذين اعدمتهم سلطات الاحتلال الفرسي يوم السابع عشر من اغسطس الجاري ورفع المتظاهرون العلم الوطني الاحوازي وصورا ولافتات تعبر عن طبيعة الاجرام التي تمارسه الدولة الايرانية ضد الاحوازيين من اعدامات واعتقالات تعسفية كما هتف بشعارات تندد بالاعدامات الاخيرة والاحكام الجائرة التي اصدرتها محاكم الاحتلال بحق عدد من الاحوازيين وكان اخرها السجن المشدد لاثنين من اعضاء حركة النضال العربية شارك في المظاهرة عدد من ابناء الجالية الاحوازية بالاضافة لمناصر القضية من العرب والاجانب وممثلون عن الشعوب غير الفارسية في نهاية المظاهرة قرأ السيد عيسى مهد الفاخر عضو المكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الاحواز البيان الختامي الذي دعا العالم ومؤسساته المعنية بحقوق الانسان بتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والانسانية التي تلزمهم بالوقوف الى جانب الشعوب غير الفارسية وما تتعرض له من سياسة التطهير العرقي والابادة الجماعية من قبل الدولة الفارسية نرى ان الاتفاق النووي الاخير بين ايران وبين دول خمسة زائد واحد كان هو بمثابة اعطاء الضوء الاخضر لهذه الدولة كي تتمادى بجرائمها ضد هذه الشعوب وان لا لو كان المجتمع الدولي ادان هذه الجرائم لو كان المجتمع الدولي وقف وقفة صارنة بحق ضد هذه الدولة لما قامت بهذه الاعدامات كما حملت حركة النضال العربي لتحرير الاحواز حملت الدولة الايرانية المسئولية الكاملة لما ستقول اليه الاوضاع في الاقاليم المحتلة نتيجة هذه السياسات اللا انسانية التي تمارسها بحقهم كما طلبت الحركة المجتمع الدولي بالضغط على الدولة الفارسية لوقف الاعدامات الجماعية بحق النشطاء ومقاوم الشعوب غير الفارسية واعتبارهم اسر حرب كما تنص المعاهدات والقوانين الدولية على ذلك ودعت الحركة المؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة باداء واجبها تجاه الشعب الاحوازي والشعوب غير الفارسية عبر زيارة اراضي تلك الشعوب للاطلاع على اوضاعها ترجمة نانسي قنقر